السلام عليكم متابعين الكرام كيف تتخلصين من العين والحسد؟ ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات العين الشريرة هي اعتقاد شائع بأن شخصا ما يمكنه أن يجلب المرضى والضرر لشخص آخر عن طريق النظر إليه وعادة ما يحدث ذلك بسبب الحسد في بعض الثقافات يتركز الاعتقاد على الأطفال حيث يمكن لأي شخص أن يحسد الطفل من غير قصد من خلال العين الشريرة لأنه مليء بالطاقات السلبية فإذا كنت تعتقد أنك أو طفلك تعاني من العين الشريرة فيمكنك استخدام الطرق أدنى للمساعدة في تشخيصها وعلاجها ملاحظات الأعراض الطاقة السلبية للشخص الحسد يمكن أن تسبب أعراض جسدية لا علاقة لها بمرض مثل الضعف والتهابات العين والطراب المعدة والحمى والغثيان وأيضا من المحتمل أن يعاني الشخص المصاب من مشاكل شخصية أو عائلية أو مهنية دون أي سبب واضح ما هو الحسد؟ الحسد هو عاطفة رائعة ومخيفة في نفس الوقت الجوانب الإيجابية والسلبية على الجانب الإيجابي يمكن اعتباره القوة التحفيذية التي تحفظ الناس على السعي بجدية أكبر لتحقيقها أكثر مما لديهم في الوقت الحاضر قد يكون عاملا مساهما بسبب ظاهرة مواكبة الجيران الراغبة في امتلاك ما لدى الغير على الجانب السلبي هو سبب مهيم التعاسى وتقويض أخلاقنا إلى حد جعل الحياة الاجتماعية بائسة درجات الحسد هناك الكثير من الدرجات المختلفة للحسد كالآتي الدرجة الأولى من الحسد هي الشخص الذي يتمنى أن يمتلك جميع النعم التي توجد عند شخص غيره الدرجة الثانية من الحسد هي تمني زوال النعمة من عند الشخص الآخر وامتلاكها الدرجة الثالثة من الحسد هي أن يتمنى الشخص امتلاك النعمة لأن صاحب النعمة شخص ظالم الدرجة الرابعة هي أن يصل الشخص إلى أنه لا يتمنى أن ينال أي شخص آخر نعم الله عليه وذلك حتى لا يتساوى مع أي شخص آخر الدرجة الخامسة هي أن يتمنى الشخص أن يمتلك ما يمتلكه الآخرون ولكن دون أن تزول النعمة من الشخص الآخر وهذا النوع من الحسد لا يضر قال ابن القيم إن العين هي سهام تخرج من نفس العائن نحو المعين بحيث تصيبه تارة وتخطيه تارة المقصود بالعائن أنه الشخص الذي يتسبب في الإصابة بالحسد والعين أما المعين هو الشخص الذي يعاني من الحسد ما هي أعراض الإصابة بالعين هناك الكثير من الأعراض المختلفة التي يمكنك أن تعاني منها إذا أصبت بالعين ومن أهم هذه الأعراض يحدث ازدياد شديد في درجة حرارة الجسم وجود كدمات تتميز باللون الأزرق في أماكن مختلفة من الجسم ضربات قلب متزايدة عن المعتاد يصبح لون الشخص باهتا وشاحب يتعرق الشخص بصورة مستمرة محاولات عديدة ليس لها أي فائدة لعلاج بعض الأمراض العضوية مثل الالتهابات في المفاصل والشعور الدائم بالخمول وأيضا الكثير من التقرحات الجلدية يرغب الشخص في أن يغادر المكان الذي يعيش فيه الشعور بالوخز في بعض الأطراف نسيان الكثير من الأشياء وعدم التركيز اضطراب شديد في النوم ما هي أعراض الحسد؟ هناك مجموعة من الأعراض التي قد يشعر بها الشخص إذا كان مصابا بالحسد وهي إذا كان الشخص المصاب بالحسد سوف يشعر بالاختناق الشديد وأن هناك شيئا ثقيلا للغاية على صدره إذا رأيت عينا في المنام فهذا يدل على أنك مصاب بالحسد رؤية مجموعة من الرموز في المنام مثل كلمة الانتظار والحديد والشياطين والقبر والعقارب ورؤية النحت أيضا لأي شيء تمتلكه هو من أشد الأعراض الخاصة بالحسد الانطواء والاعتزال عن الأهل والأصحاب بشكل دائم ومبالغ فيه هو من أهم أعراض الحسد الشديدة إذا كان الشخص محسودا سوف يشعر بالاختناق طوال الوقت ورغبة شديدة في البكاء بدون أي سبب واضح الشخص المصاب بالحسد لا يبدي أي اهتمام بمظهره أبدا يعاني الشخص المصاب بالحسد بعدم الاستقرار واضطراب وقلق في ظروف حياته الشخص المحسود يعاني من العدوانية أثناء التعامل مع الأقران الشخص المصاب بالحسد يتجاجر دائما مع الشخص الذي يحسده يشعر الشخص ببعض الأوجاع في أماكن مختلفة في جسمه وصداع شديد في الرأس وأيضا يتبول بشكل مستمر ويشعر بألم شديد للغاية في بطنه يعاني الشخص المصاب بالحسد بالكثير من الأمراض النفسية أهمها الوهن وأيضا يعاني من الغضب المستمر ويشعر بعدم التوازن وأحيانا انعدام الشهية وفقدان الوزن أضرار الحسد هناك بعض الأضرار التي يسببها الحسد على الأفراد والمجتمع ومن أهمها يقل الخير بين جميع أفراد المجتمع يغضب الله على الحاسدين يتفش الكذب بشكل كبير وتنتشر الغيبة والنمية يحدث خلل كبير في حياة المجتمع والأفراد بشكل عام وتنتشر الكراهية والأنانية والحقد كيف تحمي نفسك من الحسد هناك مجموعة من الطرق التي سوف تساعدك في حماية نفسك من الحسد يجب أن تستعيذ من الشيطان بشكل مستمر وتداوم على قراءة الأذكار يجب عليك أن تتقرب إلى الله وتجدد توبتك بشكل يومي وأيضا تتوكل على الله في كل شيء تسعى إليه يجب عليك أن تستعين بالرقية الشرعية في كل الأمور الخاصة بحياتك يجب عليك أن تخبر الشخص الذي يحسدك بالنعم التي توجد في حياتك ويجب أن تحسن إليه وذلك حتى يتوقف عن حسده ويستطيع أن يحبك يجب عليك أن لا ترد الإساءة وتحرض على معاملتك مع الشخص الذي يحسدك كيفية معالجة العين والحسد هناك الكثير من من يلجأون للطب النفسي أو الطب البشري ويمكن أن يكون فعالا في بعض الحالات ولكن بالاستناد إلى بعض كتب علاج الحسد والسنة النبوية هناك مجموعة من الطرق التي يمكن اتباعها حتى تعالج للعين والحسد ومن أهمها يمكنك أن تلجأ إلى الله وترجوه أن يبعد عنك الحسد وتداوم على الأذكار يوميا يجب أن تكتم ما تريد تحقيقه كان الرسول صلى الله عليه وسلم في العديد من المواضع يقول أن العبد عليه أن يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان يجب أن تدوم على الطهرة والوضوء حيث أن الوضوء يحميك من الحسد وأيضا يجب أن تلتزم بالصلاة في ميعادها عليك أيضا أن تلتزم بالرقية الشرعية حيث أنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتحميك من الحسد بشكل نهائي كيف تتخلص من الحسد بشكل نهائي؟ يجب على المسلم أن يحصن نفسه عن طريق أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويلجأ إلى الله ويدعوه أن يصرف عنه سحر الشيطان وكيده يجب عليك أن تقرأ صورتي الناس والفلق حيث أنهم المعوذتين فيحمينك من الحسد يجب عليك أن تتوب توبة صادقة إلى الله وذلك حتى تحمي نفسك من العين والحسد يجب عليك أن تكثر من الأعمال الصالحة حيث أنها هي التي ترفع البلاء عن الشخص ويجب عليك أيضا أن تخرج الكثير من الصدقات وتسعى لإسعاد كثير من الأشخاص الآخرين وتحسن إلى الناس الحسد هو شيء ماكر وهو يمكن أن يصيبك في أي وقت ولكن إذا كنت مع الله وتكثر من الأذكار والرقية الشرعية واستخارة الله في جميع أمور حياتك فهذا سوف يحميك بالتأكيد من الحسد والعين ويصرف عنك الأشخاص الصيئين الذين يمكن أن يصيبونك بالحسد والعين والكيد الذي يخلق صاحبه إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعنا اشتركوا في القناة